فرق يا جماعة ما بين التكتل الدفاعي وفرق بين التنظيم الدفاعي فرق كبير جدا بانك انت بتدفع بتكتل او بعدد وفرق بين انت بتدفع بشكل منظم المنتخب الروسي بيدفع بشكل منظم جدا في مباراته مع مصر دفع بشكل منظم اوي مباراته مع السعودية دفع بشكل منظم اوي ما كانتش محتاج المبرامعة ورجوه في مبارات اسبانيا دفع بشكل منظم اوي احنا كمنتخب مصر كنا بندافع والسمر الأساسية والرئاسية كانت الدفاع ولكن ما عندناش تنظيم للأسف الشديد ندفع بكل اللعيبة الموجودة العشر العيبة تقريباً كانوا يدفعوا حتى مراون موحس كابنزل يدفع باستثناء ممكن نقول صلاح في مباراة مباراة في مباراة سعودية صلاح لعب لقائن صلاح لعب في مباراة روسيا لا 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 في مباراة سعودية وروسيا ابتدى في روسيا من عباة سعودية بس ابتدى في روسيا فكنا بندافع تقريبا بعشر العيبة الحارس المرمى وتسعة العيبة تانين ولكن دفاع غير منظر أنا من وجهة نظر دفاع غير منظر ما يجي فيك ثلاث أهداف من روسيا ويجي فيك هدف من السعودية وكنت معرض يجي فيك هدفين ثلاثة ويجي فيك هدف من أرجوي ومعرض يخش فيك ثلاث أربع أهداف يبقى أنت ما عندكش تنظيم دفاعي أنت عندك تكتلات دفاعية اتنين استوبرين واثنين باكين وتريزيجي وصلاح النحية التانية وما عندك عبدالله سعيد كمان كمزي اللي يدفع وطريق حامد وإنني التمن تسعة العيبة بيدفعوا أو وقفين في المرعب مرسوسين ولكن التنظيم الدفاعي ما كانتش موجود بدليل أن الأهداف اللي جات في مصر وكلها كلها أهداف يعني عبارة عن أخطاء في التمركز عبارة عن أخطاء في الرقاب هل هي أخطاء متكررة بدون إصلاح يعني حدرتك اللي احنا عارفينه في الكورة إنه دائما لما اللعب يغلط بيتعلم من غلط أو بنقوله أنت غلطت في واحد اتنين تلاتة أربعة لكن أهداف منتخب مصر لدخلت أهداف متكررة كلها من كرات عرضية كلها من كرات عرضية كلها من كرات تقريبا يعني فيه من كرات سبتة كتير جدا وفيه من كرات متحرك ولكنها كلها عرضيات طب أنت عارف أنت عندك مشكلة في العرضيات البرتغال سجل فيك كده اليونان سجل فيك بالشكل ده الكويت سجلت فيك بالترهيد كلها عرضية تلعبت نحت اليمين وبعدين تلعبت كروس وتسجل فيك هدف يعني خلاص أنت قبل المنديال التحضير بتاعك أنت كمنتخب مصر الطبيعة وبعرف النقطة الضعف اللي عندك تبتدي تعالجها عشان لما تخش أنت ليه بتعمل مباراة التحضيرية عشان من خلال المباراة التحضيرية اللي أنت بتلعبها تشوف أنا عندي إيه الأخطاء اللي موجودة عندي إيه السلبيات اللي موجودة عندي إيه الإيجابيات اللي المفترض عليها وعليها أنت النهاردة كمنتخب مصر لأسف الشديد خلال كل المباراة اللي فاتت كلها أخطاء متكررة الهدف اللي دخلت في الروسيا الهدف اللي جي فيك فيه أروي هدف اللي جي فيك في السعودية كمان كلها أخطاء دفعية كلها أخطاء متكررة فإحنا للأسف ما تعلمناش من المباراة الودية ما قبل المنديال يعني كابتن بيلبين أتكلمنا عن منتخب مصر بدأنا بالحديث على منتخب مصر. هل حداك شايف تحمل مسئولية الأداء السيء اللي حضرتك شفته. احنا مركز واحد وتلاتين من ضمن اتنين وتلاتين منتخب. عندنا صفر من النقاط. زي ما حداك قلت يعني كان عندنا أخطاء وعندنا حاجات كثيرة جدا نتكلمنا على. لكن حداك تحمل مسئولية المين. هل مين هو متحمل مسئولية خروج منتخب مصر بهذا الشكل السيء. هل هو المدير الفني بنسبة تمانين في المية خمسة سبعين في المية واللعيبة. ولا حدودك شايف ان اللعيبة لما غاب عنها الروح وغاب عنها الاصرار بينت بالمنظر اللي احنا شفناه. بص عمر خلينا الاول نفرق ما بين انت بتلعب افريقيا او دول من افريقيا ومنتخبات افريقية وما بين ان احنا بنلعب دول منتخبات عالمية. واضح الامور مختلفة تمام. تمام. عارف الفرق افريقية يعني بتعيبها شوية العشوائية. يعني انت بتلعب فرق افريقية زي الكاميرون زي غانة زي احترامي لكل الفرق دي. ولكن الفرق دي لما اللعيبة بتلعب مع بعضها ببقى فيه كتير من العشوائيات. هو بيعتمد على المهارات الفردية طبعا بتاعت اللعيبة النجوم الستارز بتاعتهم. ولكن دايما البفاعيات بتاعتهم بتبقى عشوائية بشكل كبير. فتقدر احنا كمنتخب مصر عندنا عقلية او حتى مثلا المنتخبات الشمال افريقيا جزائر والمغرب بنقدر نتغلب على المنتخبات الافريقية بسهول. لان خلاص احنا بنفكر عندنا تنظيم اكتر منهم. هم بيعني عندهم عشوائية اكتر مننا بكتير جدا. اه مش منظمين في ملعب بشكل كبير. لما بيجي فيهم هدف يعني سرعان ما بيتحول كلهم من الدفاع للجوم بشكل بشكل مخيف. ممكن ده يعدي ان هم يتسجل فيهم هدف والتاني زي ما حصلنا في مباراتنا هنا مع غانا لما سجلنا الهدف التاني. فعايز اقول لك ان الاوروبا بقى مختلفة. وانت يمكن عارف طبعا. طبعا اوروبا اه فرقة بتلعب بتاكتك محترم جدا. فرقة لعيبة منظمة في الملعب جدا. دماغ مختلفة. مخ مختلفة. من ثالث مختلفة. لعيب مهما كان مغلوب اربعة مغلوب خمسة متعادل كسبان. هو عارف ان فيه تنظيم. فيه سيستم محتوط. فيه طريقة لعبة محتوطة. هو بيحافظ على نهاية المبرأة. مهما كانت اللتيجة. الامور اختلفت بشكل كبير من افريقيا. بتروح تكسب هناك مثلا. احنا كسبنا بتسوانة تعريب. كسبنا اه احنا فيها الافريقية. اه كسبنا غانة هناك. وكسبنا الكنغو هنا في مصر. وكسبنا وكسبنا اوغاندا. ومع ذلك كنا قريبين نحنا نتغلب او نتعادي. انت مرة اكنا مع الكنغو تعاديلنا. او كنا كنا قريبين جدا احنا نخرج من كاس العالم يعني. تعادلوا. لا ولا مثلا الحمد لله ربنا وفقنا وتريسي جيه في وقت صعب جدا. ولكن عايز اقولك نقارن بقى ما بين روسيا. الفرقان هي مثلا مصنفة 67 تقريباً على مستوى العالم. وما بين أورجوي وما بين حتى السويد والسويسرا اللي بنتفرج عليه مبارح. لأ فرقة منظمة بتلعب تنظيم. مفيش مرة في المناعة بتتفرج على الفرقة دي. النهاردة كلومبي مبارح وانت بتتفرج على المباراة مغلوبة واحد سفر من إنجلترا وخلاص والديئة 93. ومع ذلك الإسرار والعزيمة والتحدي عند اللعبة وتغيير طريقة اللعبة من المدير الفني اللي قدر انه يغير من طريقة لعبه ويغير من الفرميشن بتاعة الفريق لحد ما يدر يسجل هدفه كان ممكن يخرج بمكسب المباراة. انت النهاردة ما عندكش الحتة دي للأسف الشديد. لأخب مصر ما عندوش الكلام. حتى كمان من ستر كوبر ما عندوش بلام دي في الملعب لما يكون مغلوب أعمل إيه هرجع أزاي في المباراة. هلأ لما يكون مغلوب واحد سفر طريقة اللعبة يتختلف طب طريقة اللعبة تختلف ابتداء من ديها 70 ولا 80 ولا 60 ولا 50 هل انا التغييرات بتاعتي تغييرات هتغير من أداء لعبة جوة الملعب احنا ما عندنا اش الكلام. احنا هي طريقة اللعبة نفس طريقة اللعبة واحدة. لذلك احنا بنتعصر لما بنتغلب. انا كنت لسه اقول لحضرتك احنا اه التاريخ بيقول او لما بيخش فينا هدف تبقى مشكلة جميلة جدا مش بنعرف نعوط. فدائما سياسة مستر ريكتور كوبا ان هو يجيب هدف. ويحفظ عليه. يعمل تكتورات دفعي. ويحافظ عليه. ما انت عشان انت ما عندكش اه بلان بي. انا مش بحس ان هو بيفكر في الخطة البديلة. لو دخل فيه هدف هعمل ايه? بص هو الاستراتيجي بتاعت مستر كوبر ان انا بلعب دايما بسيب الفرقة اللي قدامي هي تستحوز وتسيطر على المباراة. وانا حاول استغل المساحات الفاضية. بس سرعات اللي موجودة عندي وسجل هدف. بعد ما سجلت الهدف بيبقى من السهلة عليك. انت كمنتخب انك انت تدافع. هو اصل حاجة في كرة القدم انك تدافع. صح. اصل حاجة انك ترسل عشرة وراء. اصل حاجة انك تلعب خمس ثلاثة اتنين او خمس اربعة واحد او 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 او. دي اصل حاجة في كرة القدم. لكن اصعب حاجة انك ازاي تسجل هدف. عشان كده المدربين اللي بتلعب كرة هم مدربين الاغلى في العالم. النهاردة اه جوارديولا هو اغلى تقريبا اغلى مدير فني في العالم. عشان انه هو انا بعمل وهبتدي يلعب على المرتدات. ممكن تنجح في بعض الاوقات. زي مناكحة مع منتخب مصر. لكن مش في كل الاوقات هتنجح. عشان كده مستر كوبر للأسف الشديد. لما بمنتخب مصر بيجي في جول ما عندوش التغييرة في الملعب. ما عندوش هل ممكن يغير يلعب اربعة اربعة اتنين? ما بتحصلش. ما شفناش قبل كده. هل ممكن يغير يلعب اربعة تلاتة? ما بتحصلش ما شفناش في الملعب. هل ممكن يغير يلعب تلاتة اربعة تلاتة? برضو ما بتحصلش في الملعب. هي طريقة اللعب واحدة. يعني حتى التغييرات كمان. انا كنت سؤال حدوتك. احنا عارفين المعاد بمين نازل مكان مين. اي ان كانت النتيجة. اه. يعني مغلوب. رمضان وكهربا وعمر واردة. متعادل كسبان. هي التغييرات واحدة. تغير التغيير بتاعت اه رمضان صبحي. اه مكان تريزي جي. وبعدين كهربا مكان مرام محسن. وبعدين لو اتغير عبدالله سعيد مثلا. او عمر واردة. او بتنزل عمر واردة. وهي دي تلات تغييرات اللي دايما مستركوهر بيه لعبية. سواء اذا كنت مغلوب. او متعادل او كسبان. هي دي نفس طريقة اللعب. لكن. او نفس التغييرات كمان. لكن عشان كده. ما بنعرفش نرجع كمنتخب مصر. ما بيعرفش يكون لنا يعني اباع حجوم. انا عمري. يعني مسلا. انت النهارده لما تلاعب تكون وهنا في القائرة. في المباراة. عايز تسعد فيها يا سعلم. الطبيعي منتخب مصر اللي يكون عنده المبادرة. طبيعي تكون انت نسبة الاستحواز اعلى. طبيعي جدا تكون انت اللي بتلعب على الجول. طبيعي جدا الهدف عندك اعلى بكتير جدا. لكن ما تسيبش الكونغو هي اللي تسيطر وهي اللي تستحوز. والشوط التاني مسلا. نسبة الاستحواز مسلا ليهم خمسة خمسين وانت خمسة واربعين. وبعدين يوصلوا ان هم يتعادلوا. كانوا ممكن يسجلوا هذا في المكسب. وانت في الاخر بركل الجزاء بيعني بتحقق الامل بتاعه. دعوات الناس بقى ومن عندي ربا سواء تعالى. هو ده الفكر. عشان كده بقولك مستر كوبر طبعا يتحمل نتيجة يتحمل بشكل كبير. ومدير فني يعني اجاد مع منتخب مصر في فترة ما. تمام. ووصل بينا لنهاية افريقيا ووصل بينا لكاس عالم. وده وده حاجة طبعا تحسب له. وتحسب لرجل فلسفية بتاعه طبعا. واحنا دي حاجة نقدرها كلنا. ولكن ما كانش هو رجل المرحلة. او مع يعني مغيرش من منتخب مصر. مش عايزه مغيرش من نفسه. لان هي تريد لعبه. لكن مغيرش من من شكله ادام منتخب مصر.